وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب تم تكريم المبادرة الرئاسية حياة كريمة كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي جاء تكريمه ضمن فعاليات الاحتفال الذي نظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باليوم العالمي للشباب وجاءت الاحتفاليات تحت شعار تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي وذلك بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها وتحت رعاية كل من وزارة التضام الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة تحت شعار تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي انطلقت احتفالية اليوم العالمي للشباب بتنظيم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في مصر وحضور 200 شاب وشابة من 22 دولة عربية اليوم نحتفل للعام 19 على التوالي باليوم العالمي للشباب والذي يتفرد به مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتنظيمه للشباب العربي النهاردة كانت الاحتفالية تحت شعار تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي وأردنا بهذا الشعار أن نحفز الشباب على التفاعل بشكل كبير مع دولهم من خلال نشر ثقافة الانتماء والولاء بين الشباب من خلال إحداث حراك تنموي كبير داخل دولهم خلال الفعالية تم عرض فيلم تسجيلية عن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة إلى جانب عرض تجارب ملهمة لشباب عربي مبدع ومناقشة قضية الشباب العربي وأمن المعلومات وصب المواجهة التحديات المستقبلية أيضاً نحن في مملكة البحرين نسعى بتحرك الشباب وتطورهم ونمو الشباب سواء المستوى الدولي أو المحلي أو الإقليمي الفعالية تضمنت ندوة حول تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الشباب والتحديات التي يواجهها أمن المعلومات بالوطن العربي وكيفية حماية الشباب من حروب الجيلين الرابع والخامس رامي محمد التلفزيون المصري